أعلنت وزارة الأعمار قرب البدء بأعمال تأهيل جسر الرستمية في بغداد مدير إعلام مديرية الطرق والجسورة التابعة لوزارة شوكة كاظم قال إن الملاكات الهندسية في مديرية وفي المديرية ستبشر خلال المدة القليلة المقبلة أعمال تأهيل وصيانة جسر الرستمية الكونكريتي بالكامل مضيفا إن الأعمال تتضمن رفع الفضاءات والمتضررة ومعالجة التشققات الحاصلة في الاكتفاء والدعمات والروافد للسطح والمماشي والواجهات الجانبية